تلفة في مشافي خاصة في المملكة الأردنية الهاشمية وكان أيضا لا يزال ما بعد البعالجة في المشافي هناك عناية في دور خاصة للتأهيل للمشافي ولعلم إخواننا المواطنين الأردنيين أن أعداد الجرحى منهم أرجل مبتورة وأيدي مبتورة وأصابع مبتورة وضرب مبتورة وأطفال ونساء وشيوخ وصبايا من كل الأعمار ومن كل سواء إناث أو دكور هناك أعداد هائل جدا وهناك عدة عشرات العمارات المؤهلة الآن فقط لتأهيل وإعادة واستمرارية معالجة الجريح بعد خروجه من المستشفى في دور رعاية خاصة تقوم المؤسسات الخاصة وجهود محلية وغير محلية من إخواننا سواء السوريين أو الأردنيين أو من العرب بارك الله فيهم جميعا يقوموا برعاية العديد من الجرحى وهؤلاء الجرحى أعدادهم هائلة جدا ومصاريفهم أيضا عبء كبير ومكلف للغاية منهم مشلولين ما بيستطيعوا يتحركوا ومنهم مقطعي الأطراف ويعني فيه تعدد كثير والجريح عندما يخرج يحتاج بعد الشفاء إلى معالجات وعمليات جراحية متتالية حتى ممكن يضمطوا جرحوا يشيلوا السياخ يقيموا السياخ يحطوا أطراف صناعية وما إلى ذلك وهذه مهمات تعجز بعد الدول أعتقد عن القيام فيها وهذه يعني مثل ما تفضلتي وقلتي في بداية حديثنا أن العمل في إغاثة الجريح ليس بالسهل وإنما مضني ومتعب ونشكر لك هذا الجهد الكريم لكن أنا أود سؤالك سؤال آخر يعني أولا هذه جهود جبارة مثل ما حكينا أحب تعطي فكرة للأردنيين في كل المملكة وأخواننا العرب أينما كانوا يعني علاج الجرحى مكلف وببالغ وطائل جدا يعني هل هناك مصادر خاصة دولية أو غير دولية أو منظمات عربية أو غير عربية مين اللي بساهم معاكم مع منظماتكم أو مع منظمات الآخرية في علاج إخواننا الجرحى هلأ بداية الأمر لما استلمنا ملف الجرحى واشتغلنا فيه كانت القائمة عليه نقابة المهندسين الأردنيين نعم الله يزيها الخير نعم الله يزيها الخير والنقابة عملوا حملة وعملوا عشاء خيري نعم وطلعوا فيه بسندوق نعم وانطلق الملف من خلال هذا السندوق ولما إصداقية النقابة في الوطن العربي وسمعتها الطيبة صار يجول يعني من الخليج العربي وبالذات من الكويت المجمعيات الخيرية كلها مشتوع مدني نعم يعني نحكي دول كدول لا مش الدول هي اللي اشتغلت هو مشتوع مدني جمعيات خيرية خاصة هن اللي اشتغلوا نعم هلأ إذا ما نحكي على الدول هذا شغل الدول مع الدول نعم نحكي الحكومات مع الحكومات لكن أنا بحكي على نطاق عملنا نحنا نعم لا هو مشتوع مدني كنعم يشتغل وصار هذا الدعم لهذا المشروع وسبحان الله وأنت تشتغل شيء لله وأمر أنت يعني عم تشتغله يعني وهدفك منه الأجر بقى هذه رزقتهم ورزقت هذا الجريح يعني مثل ما هي رزقت الإطعام والكساء والإيواء هذا الجريح كمان يعني رزقته ونحن نجيبها رزقته على الله عز وجل بقى هي جاي جاي بكيفنا برضانا بغصبنا عننا نحن بس بوسطاء نعم يعني لا غير بقى تيسرت الأمور بهذه الحالة للآن مستمر هذا الموضوع للآن نحن يعني المصاريف وهذه التكاليف عالية جدا جهات من المجمعيات من الخليج العربي في جهات من الأردن الله يزيهم الخير في مؤسسات أردنية في أشخاص من الأردن بأسماء هون يعني ما فيني أذكر أسماء وأنسى أسماء بقى الشكر لهون جميعا عم بيساهموا لكن هذا الموضوع ما له سهل نعم هذا يعني أنت عم تحكي عن مبالغ طائلة لو أنه الآن الآلية شوية اختلفت عن مدأنا لأنه كنا متوقعين في البداية أنه الأزمة ما تطول آه نعم وقالنا شهر شهرين ثلاثة خمس شهر لكن الواحد لو عارف حاله ما تطول هيك كان يمكن أن نشتغل في بداية بطريقة تانية أو مختلفة صحيح الآن الآلية مختلفة يعني أعطيك بك مثال بسيط مثلا يعني أنا الآن عندي مثلا أعطيك شهر سبعة شهر سبعة دخل عندي أو دخل أكتر من مية وعشرين جريح ولكن اللي أخذوا عمليات جراحية أو يعني استفادوا من العمليات جراحية قريبا تسعين جريح تسعين جريح تسعين جريح طلعت فاتورة التسعين كلهم نعم إذا نحسبها مية وستة وخمسين ألف أسم المية وستة وخمسين ألف على تسعين بطلع حوالي يعني ألف وسبعمائة دينار أنت عم تحكي عن جريحة دخل لغرفة العمليات أكتر من خمس مرات في مستشفيات راقية وفي مستشفيات فايلستار تعتبر خدمة خمس نجوم نعم ألف وستمائة دينار يعمل أكتر من خمس عمليات يتركب له جهاز يخضع على أكتر من فترة زمنية يعني الموضوع ما له سهل ولكن حتى المستشفيات يا الله يزيهم خير هنا عم يساعدون بأسعار متدنية عم يساهم معنا إنسانيا بقى الموضوع كله إنساني بقى أنت تتعامل مع أي جهة لازم تكون هذه جهة متبني القضية إذا ما لها متبني القضية صعب تساهم معك صعب تساعدك النظرة حتكون مادية بحتة بقى الموضوع ما له سهل أبدا وجني الفلوس ما لها سهلة لكن استمرارية العمل الصمعة الطيبة شفافيتك بالعمل أهم شيء يعني أنا أعتبر مثلي مثل أي شخص عم يخدم هذا المشروع صحح يعني مو أنا صاحبة المشروع ولا أنا القائمة عليه أنا بدون الكوادر اللي حوالي كلها ما فيني أخدم ولا شيء أنا مو طبيبة بالأصل نعم بقى الموضوع حلقة بتكمل أخرى هي سلسلة نعم ونحن حلقة بهاي السلسلة صحيح يعني خلينا نقول أنه هذا العلاج علاج الجرحى يعني بتل ما تفضلت أختنا أم عبد الله ملف كبير ومكلف ومكلف للغاية لكن الخبرة أدت إلى يعني التعامل الصحيح مع هذا الملف وأدت إلى خفض الفاتورة مثل ما تفضلت إنتي إحنا كنا في بداية الأزمة كان الجريح ندفع خبس ستلاف دينار وستلاف دينار لأنه ما كناش عارفين يعني أنه هذا راح يكون فيه استمرارية وكانت أعداد بسيطة لكن الآن مساهمة المشافي الخاصة ومجتمع المحلي واستمرارية تدفق الجرحى وما فيش حلول أخرى لأنه مستشفيات الدولة أيضا تقوم بواجب تقوم بواجب كبير عليها عبء كبير عليها عبء كبير ومستشفيات الدولة أيضا تتحمل الأردنيين أصلا يعني يدوب يعني تشارك الأردني والأخ السوري في هذا العلاج ويعني من هنا من منبر نورمينا من فزعة وطن مناشدة إلى المجتمع العربي والمجتمع الدولي قفوا مع إخواننا السوريين قفوا مع الجرحى الذين لا حول لهم ولا قوة قفوا مع إخواننا الذين شلوا بعد إصابتهم في ما يدور في بلدنا الحبيب سوريا قفوا مع بناتنا مع أطفالنا هناك أطفال عمرهم سنتين أرجلهم مبتورة وأيديهم مبتورة أنا لا أريد أن أحزنكم كثيرا لكنني أريد أن أصلت الضوء بأن على هذه المعضلة العظيمة أناشد جميع الحكومات العربية بأن تسعى لإيجاد حل وحل مناسب لإخواننا السوريين الذين ساهموا على مدار عدة أعوام بل عشرات بل مئات الأعوام وقفوا مع جميع إخواننا العرب ننتقل من ملف الجرحة إلى ما بعد الجرحة بعد ما يخرج الجريح أو البريض أو الذي أسعف وتتبنى إحدى الجهات وبنزلوه في أحد دور الاستشفاء التي يعدى فيها يعني تقدم العناية الطبية اللازمة كلفة العناية بالجريح ما بعد المشفى شو بتتوقعي وكيف وقديش وشو بيعملو هالناس ومين هالجهات اللي عم بتحاول تساعدهم إذا سمحت الهدف من الموضوع أنك أنت الجريح ما يطول عندك بالمستشفى أنه ياخد حقه بالكامل ولكن يقلب يعني السرير عندك يقلب مشا أنت تستفيد منه لجريح تاني نعم مشا ما يعود الجريح لحد ما يعني ياخد يوصل لمرحلة الاستشفاء الكاملة حياخد وقت كتير لأنه أنت الجريح وطعا يصلك صحيح نحكي عليه فرش وخلال ساعات والإصابة يعني خلال يعني يا يوم يا يومين يا أما ساعات ولكن هو عم يصل فورا في عنده التهاب يعني هذا الغريب بالموضوع بأنه هذا الإصلاح مسمم عم يكون بقى مجرد ما وصل عندك عم تلاقي في التهاب في انفكشن طب هو مالحق أصلا لكن هذا الحكي إذا بيضل قابل بالمستشفى لحد ما هذا الموضوع ينتهى الآخر وينضف بده شهر وشهر ونصه أكتر بقى كانت الفكرة أنه يكون في دور استشفاء نعم هي بتاخد هذول الجرحة باختيارهم هنن طبعا وين بده هو يختار وين المكان بناسبه بحب يروح لهن بحب يروح لهن يعني موش من توجيه من عنا بيطلع لهذا الدار هلأ هاي الدار فيها فيها أطباء فيها ممرضين فيها علاش فيزيائي هلأ هو بيصفي بهذا الدار بيأخذ فيها الغيرات لأنه في منهم جرحة يومي لازم يتغيرهم فيه كل ثلاثة أيام وحسب حالته وجرحه نعم بيأخذ حقه بالغيرات فيه إشراف طبي عليه بعدين هو فيه نظافة فيه نظافة فيه مأكل مشرب هو آكل شارب نايم نعم ومعالج نعم بعدين أي ضيوف لأنه فيش عندهم أهل هذول هلأ ما فيه أهل هلأ أهلهم بيجوز يلحقوهن بعد بفترة هلأ مثلا أنا مثلا إجاني جرحة يعني حالتهم كانت صعبة جدا جدا وخلال يومين استشهدوا نعم ما معهن أهلهن يعني الغربة اللي من موجودين مع جرحة تانيين هن اللي استلموهن هن أخدوهن هن دفنوهن نعم فالآن أنا عم بحضر أصلا أنه هذه التقارير كلياته وهي الحالات تكون عندي جاهزة بملفاتها بتقاريرها كيف وصلنا لأنه بجزء قبل انتهاء الأزمة وبعد انتهاء الأزمة يجوا أهلين يقولوا كان عندكم كيف مات شو سبب موتته وصلنا ثلاثة توفى ثلاثة ونصف إلا خمسة وطلع كلام أنه وصلنا ومات عنا وإحنا أصرنا فيه أو شبه أن أتل عنه وقصة طويلة يعني تقاريرنا لازم تكون جاهزة وراءنا جاهزة لأنه هذه أرواح نعم أنت معا تتعامل يعني يعني الملف الملف كتير كتير صعب صحيح كتير حساس نعم أرواح بين إديك تحاسب عليها أول شيء تحاسب يا محمد الله عز وجل انقصرت فيها كيف أمام البشر أنا أقول يا محمد حساب الله عز وجل أمام حساب البشر البشر لا ترحم نعم الله سبحانه وتعالى أبدا الرحمة عند الله عز وجل هذا الجريح يطلع له الشقة ويأخذ كامل حقوقه هناك إلى أن تنتهي علاجه حتى العلاج الفيزيائي لأنه لا يجرى مبتور الطرف عنده العضلات بتصير مثلا تضمر تضمر يريده علاج فيزيائي لحد ما يجي الطرف يركب لأنه الطرف ما يركب خلال يوم واثنين صحيح يريده حتى الجرح يضب ويرجع لحجمه الطبيعي بعدين يركب هذا الطرف بقى هاي الجهات أنا بعتقد باعتقادي أنه الآن صارت كافية بالبلد وهي شئة الاستشفاء صارت كافية يعني ما عدنا بحاجة لأشياء زيادة يعني في مكان مثلا بيوسع له 170 جريح ما شاء الله هذا مو سهل المكان أنا حسب الأرقاب اللي عندي واللي يعني إحنا نعلم عنها وتعاملنا معها إحنا أعداد الجرحة يعني تعدوا عدة آلاف وعدنا في الأردن الآن حوالي 322 شاب وصبية مشلولين يعني عندهم شلال كامل وهناك مئات مقطوع أطرافهم سواء الأرجل أو الأيدي يعني الأعداد هائلة جدا وهذا يحتاج إلى تأهيل طبي وتأهيل نفسي بدي أسألك أنتم يعني في عندكم برامج أنتم أو الجمعيات اللي يعني تتعاق يعني اللي لكم على قائلها في موضوع التأهيل النفسي هذا المريض عندما بدخل دار الاستشفاء بده يكون نفسيا يعني كان محطم محطم كامل هل هناك يعني فيه أطباء فيه معالجين نفسيين بيتابعوا هذه الحالات وبيسألوا عن هذه الحالات وبيداووها وبيعني بتابعوها آه هل هناك عدة جهات ومنهم الإغاثة الإسلامية الله يزيهن الخير فيه عندهم فريق كامل للدعم النفسي وكان بدايات شغالين فيه ومازالوا للآن ويعني نشطين والفريق هذا نسائي وشباب يعني هلأ بتواصلوا معي مثلا بالمستشفى أنه معبد الله فيني نحن نجي نشوف الجرحة بقال لهم طول ما أنا موجودة في المستشفى دوام كامل معكم يعني عشان كون أنا موجودة مش هقدر أنا ساعدهم أو هيئ لهم مكان يقدروا يعدوهن نويا هلأ كثير مهم لأن الجريح وقت يجيك بغض النظر هو انصاب وين انصاب هو مدني ولا غير مدني انصاب ببيته ولا مبيته هو مصاب نعم بعدين وقت يطلع لعندك يعني أنتم تتعاملون مع الجريح كإنسان إنسان بغض النظر عن عرقه ودينه ولونه وطيفه السياسي لا علاقة لا بفكره ولا توجهه ولا انتماؤه نعم 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 نعم